بيشهد الواقع إن فيه ناس محترمين جداً ومحبين لربنا وصادقين في علاقتهم مع ربنا وسيدنا رسول الله لكن عندهم مشكلة في الصلاة مشكلة إما في إنهم ما بيصليش خالص هو إنسان محب الربنا بس مش بيصدي أو بيقطع في الصلاة أو بيأخر في الصلاة أو عنده مشكلة إنه مش قادر يحصل على القدر الأدنى من الإقبال على الله الخشوع في الصلاة رغم إن علماء كتير تكلموا في الموضوع ده ولكن ممكن يكون فيه إشكالية في أسس بناء علاقتنا بالصلاة وإنت في رحلة حياتك الصلاة ركن الأركان اللي مفهوش رخصة يعني الصيام ممكن الناس ما تصومش لأنها عينة أو مسافرة أو الحج لما نستطاع إليه سبيلة أو الزكاة لو نسمع هاش القدر اللي اسمه النصاب كم معين من الفلوس بعدها ممكن تزكي أما الصلاة فما فيش أي اختيار كلنا لازم نصلي ركن فرض واللي مش قادر يصلي وهو واقف لأنه عيام بيصلي وهو قاعد واللي مش قادر وهو قاعد يصلي على جنبه يومي وبعينيه كما قال صلى الله عليه وسلم وبالتالي مهم جداً يبقى عندنا أسس في بناء العلاقة بالصلاة تخلي العلاقة في ارتقاء دائم نقابل ربنا كده بصلاة يرضى عنها سبحانه وتعالى ويمكن يكون حديث صلوا كما رأيتموني أصلي يكون فيه معنى غير إن إحنا نصلي زي النبي عليه الصلاة والسلام حركات النبي كمان ندور كان إيه علاقته بالصلاة إيه اللي خلى النبي في هذا المقام في علاقته بالصلاة يقول أرحنا بها يا بلال فتعالوا نشوف إيه أو ده أول بقى إيه أساس في بناء علاقتنا مع الصلاة علاقة النبي بالصلاة ثلاث حاجات كان بيعملهم النبي يمكن لو مشينا عليهم يبقى فيه صلة كده وثيقة بالصلاة الشيء الأولاني علاقة النبي بالأدان كان صلى الله عليه وسلم لما يسمع الأدان يوصي بالترديد وراءه الترديد وراء الأدان سنة واحد في اجتماع مش عارف يقطع كلامه واحد بيعمل شيء معين مش قادر أنه يسيب الحاجة دي ويردد خلاص بس لو قدرت تردد وراء الأدان ده أولى في أن الواحد يستجمع قلبه كده ويستحضر عقدته كده الله أكبر وكان النبي يقول بعد الأدان تقوله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله اللي يقول كده غفر له ذنبه رواه مسلم فأنت داخل الصلاة أصلا وإنت ذنبك مغفور يلا بقى اقبل بقلبك على ربنا ومش بس كده ده كان النبي أول ما يسمع الأدان يسيب اللي في إيده الصلاة لما تتأخر بتتقل يا جماعة فعند الاستطاعة فعلا لما تسمع الأدان سيب اللي في إيديك السيدة عائشة تقول كده قول كان النبي في مهنة أهله في البيت يخصف نعله يخيط النعل بتاعه ويساعد الخادم فإذا أذنا للصلاة كأنه لا يعرفنا كأن مفيش غير أولوية دلوقتي إجابة نداء ربنا ومن الأدب عند سماع نداء ربنا إجابة نداء ربنا والأدب سر الانتفاع بالعباد حاجة تانية اللي النبي كان بيعملها في علاقته بالصلاة وده شيء ما تستغربوش كان بيصلي صلاة قصيرة في الفرائض كان بيطول في السنن لكن الفرد كان صلاة سريعة وكلمة سريعة يعني صلاة تامة ولكن خفيفة سيدنا أنس في البخاري ومسلي يقول كده يقول ما صليت خلف إمام قط أتم صلاة ولا أخف صلاة من رسول الله عليه الصلاة والسلام علشان محدش من الناس يشعر بثقة للفريض وكان سيدنا الزبير بن العوام كما يروي أبو نعيم في حلية الأولياء كان سيدنا أنس يصلي وراه فيلاقي صلي صلاة سريعة فيقول له أنت ليه بتصلي صلاة سريعة خفيفة كده يقول نبادر الوسواس يعني عشان ما نسمحش للشيطان يسرق مننا الصلاة بتاعتنا وكلمة سريعة وتامة خفيفة وتامة يعني تقرأ ألفاظ كاملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بحيث أن أنت لو قلنا لك علي الصوت ما تبقاش مكسوف من طريقتك والناس كلها تبقى سامعة وفاهمة ولكن ما تطولش فيما تقرأ وكان النبي يوصي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض بالقراءة بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى اللي هو القدر دا يعني فلما تصلي الفريضة عشان ما تبقاش تقيل عليك اعمل الكلام دا صلي بهذا القدر واللي عايز يطول يطول في النوافل حاجة التالتة اللي النبي كان بيعملها صلى الله عليه وسلم هو سرعة قضاء الفوائد لو في فرض فاتك وده شيء حفظته لنا السنة وما تستغربش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فاتوا فرضين فرض الفجر وفرض العصر فرض الفجر كانوا راجعين من غزوة ذات الرقاع ماشيين في الصحرة مئات الكيلومترات او راجعين من صرح الحديبية ربعمائة وتمانين كيلو من مكة للمدينة فحبوا يستريحوا شوية بالليل مين هيصحينا زي المنبه كده سيدنا بلال يلا يا بلال خليك صحي الالف وربعمائة واحد ناموا واول واحد صحي النبي وابلال كان راحت عليه نوم فاستيقظ من النوم على حر الشمس وبعدين قال لهم يلا هنتوضى وصلوا فجعل الناس يتهامسون في تفريطهم في صلاتهم هنعمل ربنا يعمل فينا ايه بعد ما فرطنا التفريط ده فقال صلى الله عليه وسلم أليس لكم بي أسوة ليس التفريط في النوم إنما التفريط من ترك الصلاة حتى جاء الفرض الذي يليه فمن فعل ذلك منكم اللي تروح عليه نومة فليصليها إذا انتبه ثم إذا جاء اليوم الثاني أو من غد فليصليها في وقتها راح الفجر بتاع النهار راح تعليك نومة رغم أنك ظابط المنبه أول ما تصحى صليها وبكرة اضبط من نبيه برضو على وقت الفجر راح عليك العصر عشان راح تعليك نومة صليها أول ما تصحى وبعدين بكرة العصر صليف معادك وكمل عادي الفرض الثاني اللي فات سيدنا النبي عايزة والسلام العصر كان بيحارب وقدامه عشرة تلاف مقاتل واحنا تسعمية بيننا وبنبعد تلاتة متر الخندق ففضله يرموا سهام ويرموا رماح ويرموا طوب والجيش عمال يحارب يدفع عن المدينة من أول ما طلعت الشمس لغاية الغروب فصلى الله عليه وسلم جاله سيدنا عمر وهو بيسب مشركين قريش عمال يقول لعنى الله المشركين ما صليت العصر إلا قبل أن تغرب الشمس فقال النبي صر وضوح وأنا والله ما صليته مغرب قد فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها فلما يفوتك فرض ما تحبطش صليه وكمل فتك المغرب صلي المغرب صلي العيشها بعد كده ومن تاني يوم بسم الله ما تقولش هصلي من الأسبوع الجاي ولا من بكرة ده بيخلي الصلاة تخف كده في قلبك خلي الصلاة دايما باستمرار ولما تفوتك فرض على طول أول ما تفتكره أو أول ما تصحى من النوم تلك كفارتها كما قال صلى الله عليه وسلم فدول تلت تصرفات من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في علاقته بالصلاة بالأدان وبحجم القرآن اللي كان بيقرأ وبقضاءه للفوائد وده الأساس الأول في علاقتك وانت بتبنيها مع الصلاة صلي زي ما كان النبي باني علاقته بالصلاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر